الرسالة التي أريد أن أجيب على سؤالها في هذه الحلقة من الكويت ومن الأخت العزيزة الفاضلة أم زينب خلاصة ما جاء في رسالتها أم زينب هكذا تقول هؤلاء المعممون في الكويت ذبحون إذا ما تحدثنا عن ذكر أمير المؤمنين في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات المفروضة اليومية تقول إذا ما سألناه إذا ما تحدثنا إذا ما فتح أحد فمه بهذا الموضوع ذبحون بتوقيفية الصلاة تقول ما هي هذه التوقفية ماذا أقول للأخت العزيزة الفاضلة أم زينب هؤلاء جهال أصحاب العمائم جهال 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 والوصف الذي جاء في سورة الجمعة عن الحمار الذي يحمل أسفارا ينطبق عليهم بالتمام والكمال هم يرددون هذا المصطلح من أن الصلاة توقفية وهم لا يعرفون دلالة ذلك ولا علم لهم بفقه الصلاة ولا دراية لهم بما جاء في أحاديث العترة الطاهرة معلومات جاهزة تخحمها حوزة النجف في تلك الأدمغة المتحجرة والمتعفنة لهؤلاء المعممين سأبين لك يا أم زينب ما المراد من توقفية الصلاة أنا أيضا أقول بتوقفية الصلاة بل إنني أعتقد بتوقفية الدين وليست الصلاة فقط الصلاة توقفية العبادات توقفية الأحكام توقفية الدين كله توقفي ما المراد من التوقفية؟ المراد من التوقفية أن حدودا للصلاة يجب علينا أن نلتزم بها ولا نتعداها وهذا الأمر يجري في الدين كله هذا هو المصحف الشريف إذا ما ذهبنا إلى سورة التوبة وإلى الآية الثانية بعد العاشرة بعد المئة من سورة التوبة في وصف المؤمنين في وصف القريبين من محمد وآل محمد من هم؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين هؤلاء هم الذين لهم البشارة وبشر المؤمنين من هم؟ التائبون العابدون إلى أن تقول الآية الكريمة والحافظون لحدود الله الحافظون لحدود الله هم الذين لا يتجاوزون حدود الدين لأن الدين توقيفي له حدود ما جاء في سورة البقرة وفي الآية التاسعة والعشرين بعد البسملة من هذه السورة في سياق الحديث عن الطلاق وأحكامه وما الطلاق إلا أنموذج هنا فيأتي هذا البيان الواضح تلك حدود الله فلا تعتدوها الدين له حدود يجب علينا أن نقف عند حدود الدين ولا نتعدى تلك الحدود بالضبط مثلما توضع علامة قف عند حدود الدول أو عند حدود المناطق العسكرية مثلا التي يمنع المدنيون من أن يقتربوا منها قف المراد من توقيفية الصلاة من أن الصلاة لها حدود وعند تلك الحدود هناك علامة قف هذا هو المراد من توقيفية الصلاة ما هذا الحكم وهذا الوصف وهذه الحالة تجري مع الدين كله مع سائر العبادات مع سائر الأحكام حتى في المعاملات الأمر ليس مقتصرا على الصلاة أو على العبادات كل الأحكام الإلهية لها حدود لا يجوز لنا أن نتعدى تلك الحدود الدين توقيفي والعبادات توقيفية والمعاملات توقيفية وهك تلك حدود الله في كل شيء وفي كل جهة من جهات الدين تلك حدود الله يجب علينا أن نقف عندها هذا هو المراد من التوقيفية في الدين في العبادات في الأحكام الدين كله توقيفي الأمر ليس خاصا بالصلاة المراد من توقيفية الصلاة أن نلتزم بأحكامها أن لا نتجاوز أحكامها وحدودها التي بينت في جانب منها في آيات الكتاب الكريم وفي الجانب الأكبر منها في حديث العترة الطاهرة وحتى الذي بين في الكتاب الكريم هو بحاجة إلى شرح وبيان وتفسير بحسب بيعة الغدير لا بد أن نأخذ التفسير من علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو المراد من معنى التوقيفية يا أم زينب هذا هو المعنى الإجمالي حينما نقول بتوقيفية الصلاة إنه المعنى هو هو حينما يقال هذا البيت موقوف على كذا ما يصطلح عليه بالوقف أكان وقفا شرعيا أم كان وقفا عرفيا أم كان وقفا قانونيا يعني أن استعمال هذا البيت استعمال هذه البناية استعمال هذه الأرض له حدود لا يجوز لأي شخص أن يتجاوز حدود استعمال هذه الأرض إلا ضمن حدود الوقفية كما يقولون الوقفية الصيغة التي وضعت فيها حدود الوقف حدود الاستعمال هذه هي التوقيفية ما يرتبط بصلواتنا المفروضة اليومية حينما يتحدث المعممون عرضنا عليكم الوائلي وغير الوائلي يقولون من أن الصلاة جاءتنا في نصوص محددة ثابتة لا نستطيع أن نتجاوزها ويصورون للناس أن نسخة عندنا ثبتت فيها تفاصيل الصلاة وهناك ملاحظة تحت هذه النسخة هذه الصلاة ولا يجوز لكم أن تفعلوا شيئا آخر لا يوجد مثل هذا الأمر حتى هذا الحديث الذي يرددونه ويرددونه وفقا للمذاق الناصبي صلوا بصلاتي هذا الحديث موجود عند السنة وعند الشيعة بصيغ مختلف بالنتيجة مضمون تلك الأحاديث أن نصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وهم يرددون هذا الكلام ولا يعلمون تفاصيل الموضوع صدقيني يا أم زين هؤلاء جهال حتى لو كبرت عمائمهم أنا أسأل هذا السؤال وبإمكانك أن تسأل هؤلاء المعممين الأغبياء في الكويت الذين تتحدثين عنهم أنا لا أتحدث عن الجميع وإنما أتحدث عن الذين تحدثت عنهم في رسالتك ذكرت بعض الأسماء لا أريد أن أشير إليها لست مهتما بالأسماء لأنني أتحدث عن الظاهرة هذه ظاهرة موجودة في كل واقعنا الشيعي حينما حينما يحدثون الناس هؤلاء المعممون من أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال صلوا بصلاتي أنا أسألهم هل عندكم رواية حتى عند سنتي واضحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله رواية واحدة كاملة فيها تفاصيل صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله مع ملاحظة من أن صلاة رسول الله هكذا وعليكم أن تصلوا بصلاته وليس هناك من إضافة أخرى هل عندكم رواية يا أيها الشيعة ويا أيها السنة ما عند السنة ولا عند الشيعة رواية هكذا لا شأن لنا بسنة ولكن ني أردت أن أقول لكم حتى السنة ما عندهم رواية هكذا من أن صلاة رسول الله بكل تفاصيلها ذكرت في رواية واحدة مع ملاحظة من أن أي إضافة على هذه الصلاة فإنها تخالف صلاة رسول الله السنة لا يملكون رواية كهذه ولا الشيعة يملكون رواية كهذه فحينما قال رسول الله صلوا بصلاتي على الأقل بالنسبة لنا بالنسبة لنا الذين يتمسكون بمنهج الكتاب والعترة معنى أننا نصلي بصلاة رسول الله أننا نصلي بصلاة إمام زماننا بصلاتهم جميعا لأن الصورة النهائية للصلاة هي جامع مركب نركب الصورة من روايات كثيرة جدا نحن ما عندنا رواية واحدة تقول إن الصلاة من أولها إلى آخرها هكذا عندنا روايات تحدثت عن تفاصيل الصلاة بشكل مجمل أما التفاصيل فهي منتشرة في مئات ومئات ومئات من الأحاديث أحاديث الصلاة وتفاصيلها وأحكامها تعد بالآلاف هؤلاء المعممون أغبياء ليس لهم من اطلاع على هذه الروايات ولا يعلمون ماذا ورد عن محمد وآل محمد في شأن الصلاة وتفاصيلها وأحكامها فهذا هو السؤال الأول حينما تلقلقون يا أيها الأغبياء من دون فهم من دون علم أكبرت عمائمكم أم صغرت قبح الله وجواكم أي جهل هذا هل عندكم رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله فيها صلاة رسول الله من أولها إلى آخرها بألفاظها وحدودها وتفاصيلها حتى ولو بألفاظها فقط وهناك أمر وتوضيح في نهايتها من أن صلاة رسول الله هكذا ولا يجوز لكم أن تضيف شيئا عليها أو أن تحذف شيئا منها ما عندنا رواية كهذا إذا كان عندهم رواية هكذا فليبرزوها لنا دعيني أفترض أنهم أبرزوا لنا رواية هكذا ولا توجد رواية هكذا لكن دعيني أفترض أنهم أبرزوا رواية هكذا فإنني سأسأل ماذا نصنع بآلاف الأحاديث في تفاصيل الصلاة هل هذه الأحاديث كلها كذب أم أنها لغو صدر من المعصومين ماذا نصنع بآلاف من الأحاديث في تفاصيل الصلاة في ألفاظ في أذكارها في أدعيتها في كل شؤونها ماذا نصنع بهذه الآلاف من الأحاديث حتى إذا أردنا أن نغضى الطرف عن الأحاديث التي تتناول البندوبة والمسنون والمستحاب ماذا نفعل بالأحاديث التي تتناول الأمور الواجبة في الصلاة وقد كثرت وكثرت وكثرت فيها الأحاديث فأين التوقفية يا أيها المعممون الأغبياء أين هي التوقفية التوقفية عند نهايات هذه الروايات هذه الروايات هي التي تمثل حدود الصلاة فذكر علي جاء في هذه الروايات ذكر علي هو داخل في هذه الحدود هو جزء من توقفية الصلاة ولكنكم أغبياء أغبياء رؤوسكم مشحونة بثقافة مراجع النجف الشافعية قلوبكم مدودة هذه الدودة التي تنبش في قلوبكم دودة السقيفة هذه الدودة التي تثير الإشكال على ذكر علي صلوات الله وسلامه عليه إن كان في الأذان أو في الإقامة أو في التشهد الوسطي والأخير تنبش تنبش هذه الدودة فيكم يا أيها المدودون فإذا ما وجهتم أنظاركم إلى الأذان والإقامة قلتم بعنوان عدم الجزئية وإذا ما توجهتم إلى التشهد الوسطي والأخير قلتم إذا كان جاهلا لا تبطل الصلاة ولكن إذا كان عالما وعامدا بذكرها تبطل صلاته سود الله وجوهكم ذكر علي إذا جاء باللسان جاهل في الصلاة لا يبطل الصلاة وذكر علي إذا جاء باللسان عالم قاصد لذكره تبطل صلاته قبحكم الله سود الله وجوهكم نذهب إلى فاصل فما عندنا رواية تحدثنا عن التفاصيل على الأقل عن التفاصيل اللفظية لصلاة رسول الله في نسخة واحدة في نص واحد مع بيان أن الصلاة لا بد أن تكون ألفاظها بهذه الصورة ولا يجوز لنا أن نتعدى هذه الألفاظ وفي تلك الصلاة لا يوجد ذكر لعلي عندكم نسخة هكذا ما عندكم ولا عند السنة أيضا هل عندكم روايات تقول من أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما ذكر علي في صلاته عندكم عند سنة أيضا ما أنتم تقولون نحن أبناء الدليل أينما ما لنميل الترسون بيوت الشيعا غولة من أولاد الحرام بدون دليل بأصالة البراءة السلطون الفاسدين والسرسرية من حكام بغداد ومن وكلاء المرجعية على رؤوس الشيعة يسرقون أموالهم ويعبثون بنسائهم ويضحكون عليهم من دون دليل تضحكون على الشيعة وتقولون من أنكم نواب صاحب الزمان وأنتم لا تعرفون شيئا عن صاحب الزمان ولو تحدثتم عن صاحب الزمان فإنكم جهال أغبياء لا تعرفون شيئا عنه تسرقون أموال الشيعة باسم الخمس من دون دليل فقط حينما يأتي الكلام عن ذكر علي تحتاجون إلى دليل مع أن الأدلة موجودة ومن لماذا لماذا بحثتم عن دليل لما ملأتم بيوت الشيعة ممن لا يرزقون أولادا بأولاد الحرام من التلقيح الصناعي لماذا ما بحثتم عن دليل لما تسرقون الشيعة باسم صاحب الزمان لا تملكون رواية لا على أن تدفع الشيعة الأخماس إليكم ولا تملكون رواية تدل على أن تتصرفوا في هذه الأخماس شاوين الدليل شو ما بحثت عن الأدلة بس من يوصل الكلام إلى ذكر أمير المؤمنين صارت الصلاة توقيفية وتحتاجون إلى أدلة شنو أقول لكم ما أدري على أي حال أعود إلى كلامي فما عندنا رواية عن رسول الله تذكر لنا ألفاظ صلاة رسول الله من أولها إلى آخرها مع بيان من أن الصلاة تكون هكذا ولا يجوز لنا أن نضيف عليها شيئا على الإطلاق وفي تلك النسخة ليس هناك من ذكر لعلي عندكم هكذا رواية فهذه توقفيتكم يا أيها الأغبياء لا تعرفون معناها عندكم روايات تقول من أن رسول الله ما ذكر علي في صلاته أنا لا أقول إن رسول الله ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير علنا أمام الناس ما عندنا روايات تقول هذا لكن هل تملكون دليلا على أنه ما ذكر علي سرا فمن أين جئتم إذن بما في كتاب عقائد الإمامية الذي تجعلونه مصدرا أصليا لعقائد الشيعة ومحمد رضا المظفر وأنتم تقولون بهذا أيضا لأنكم تعتقدون بنفس عقائده من أن الإمام السجادة في سره كان يدعو لجيوش بني أميه من أين جئتم بهذا يا أيها الكذابون يا مراجع النجف من أين جئتم بهذه الأكاذب أنا أتساءل لا أقول من أن رسول الله ذكر علي في سره أقول لا نملك دليلا على أنه لم يكن قد ذكر علي سرا في صلاته عندكم دليل ينفي هذا الأمر ما أنتم تعرفون سر الأئمة مثل ما تفترون على الإمام السجاد من أنه كان يدعو في سره لجيوش بني أميه قبحكم الله وقبح وجوهكم عندكم روايات عن رسول الله تقول إن ذكر علي في الصلاة يبطل الصلاة عندكم روايات هكذا إذن من أين تقولون من أن ذكر علي في الصلاة يبطل الصلاة عندكم روايات عن الأئمة ذكرت لنا صيغة للصلاة من أولها إلى آخرها وفي آخر الرواية يقول الإمام الصادق هذه الصلاة التي يجب عليكم أن تؤدوها ولا يحق لكم أن تضيف شيئا فيها إطلاقا وما ذكر علي فيها عندكم رواية هكذا والله ما عندنا رواية هكذا عندكم روايات تصرح من أن الأئمة ما ذكروا عليا في صلاتهم جئون بهذه الروايات علنا أو سرا عندكم روايات تقول عن الأئمة من أن ذكر علي في الصلاة يبطل الصلاة جئونا برواية هكذا أولاد الحلال ما هي التوقفية هي هذه التوقفية من حدودها أنه ما عندنا نص يقول إن ذكر علي في الصلاة يبطل الصلاة هذه هي التوقفية وليس التي أنتم تقولون بها توقيفيتكم شيطانية توقيفيتكم ناصبية قذرة كقذارتكم الناصبية عندكم روايات تجعل التشهد بصيغة واحدة ما نحن عندنا روايات تقول التشهد ليس واجبة وعندنا روايات تقول من أن الذي يذكر في التشهد ليس موقتا ليس محددا وعندنا روايات تقول من أن التشهد يقتصر على الشهادتين فقط على الشهادة الأولى والثانية وفاقا لأبي حنيفة وعندنا روايات تقول من أن التشهد كهذا الذي أنتم تتحدثون عنه وتقولون من أن الصيغة توقيفية من أين جئتم بهذه الصيغة التوقيفية هذه صيغة بلسان التقية موافقة للشوافع ولغيرهم عندنا نصوص وروايات يذكر فيها أمير المؤمنين وهذه في الروايات التي ترتبط بشؤون الصلاة عندنا روايات عامة فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقول علي أمير المؤمنين ما هذه عامة تخص الصلاة وغير الصلاة وعندنا روايات خاصة بالصلاة وهذا كله ذكرته في الحلقات المتقدمة هذه التوقيفية من أين جئتم بها إذا كنتم تتحدثون عن أن الصلاة لها حدود ويجب علينا أن نقف عند حدود الصلاة وتلك الحدود تؤطرها وتشخصها لنا آيات الكتاب وأحاديث العترة فهذا أمر نحن متفقون عليه وأمر بديهي جدا أما أن تقصدوا بالتوقيفية أن التشهد فقط هو هذا فهذا خلاف كتب مراجعكم عودوا إلى المطولات الفقهية عودوا إلى كتاب الجواهر وأمثال كتاب الجواهر من المطولات الفقهية فإنهم يتحدثون عن أن أفراد التشهد المراد من أفراد التشهد الصيغ المختلفة التي وردت في رواياتنا من أن أفراد التشهد متعددة كلها واجبة ولكن بعنوان الواجب التخييري إذا ما اخترت صيغة فتلك الصيغة ستكون واجبة في صلاتك هذه فإذا اخترت الصيغة ألف لصلاة الظهر فإنها تعتبر واجبة لصلاة الظهر بكل تفاصيلها بكل تفاصيل تلك الصيغة وإذا اخترت الصيغة با وهي صيغة تختلف عن الصيغة ألف لصلاة العصر وأنت قد صليتها مباشرة بعد صلاة الظهر فإن الصيغة با تكون واجبة لصلاة العصر فلا بد أن تأتي بها كاملة فأفراد التشهد متعددة وهي داخلة تحت عنوان الوجوب أي وجوب الوجوب التخييري يجب عليك أن تختار صيغة من هذه الصيغة هذه صيغة مختصرة هذه صيغة متوسطة هذه صيغة مطولة هذا هو الذي يكتب في كتب مراجع الشيعة وجوامعهم الفقهية جهال أنتم أغبياء لا أنتم تعرفون أحاديث السنة أحاديث المخالفين ولا تعرفون أحاديث الشيعة ولا تعرفون ماذا كتب في الكتب الفقهية لمراجع النجف ماذا تعرفون أنتم جهال حمير أغبياء هذه هي الحقيقة من الآخر القرآن هكذا يقول الذي يحمل معلومات لا أقول علما من أين لكم بالعلم تحملون بعضا من المعلومات التي لا تفهمونها ولا تفقهونها حتى وفقا لمذاقي مراجعكم في النجف القرآن هكذا وصفكم من أنكم حمير تحملون أسفارا هذا هو واقعكم القرآن هكذا وصفكم الله هكذا وصفكم لأنكم لا تفقهون ما تتحدثون به لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك في إيراد هذه الأسئلة لكنني أيضا أنبهكم هذه الأسئلة باهتوهم بها باهتوهم أي أقيم الحجة عليهم أدهشوهم وحيروهم هؤلاء جهال لا يعلمون بهذه المعلومات التي أشرت إليها من أن روايات بهذه المضامي ليست موجودة عندنا في كتبنا تحدهم أن يأتوكم برواية وليأتوكم بمصدرها لا أن يأتوكم برواية على ورقة أو على جهاز الموبايل إنهم كذابون فلأجل أن يثبتوا ما يريدون يكذبون ويكذبون عليهم أن يأتوكم بالمصادر مثل ما آتيكم أنا هنا بالمصادر وأشخص لكم جهة الطبع وتاريخ الطبعة بكل التفاصيل التي اعتدتم أن أبينها لكم في برامجي هذا هو الجزء الرابع من وسائل الشيعة والوسائل لشيخنا الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه وهذه الطبعة طبعة المكتبة الإسلامية طهران إيران هذه الرواية قرأتها عليكم في الحلقات الماضية هذا هو الجزء الرابع وهذه الصفحة 1262 الباب الثالث عشر الرواية الثانية نقلها عن الكاف الشريف لشيخنا الكليني بسنده عن الحلبي قال قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة هذا هو معنى توقيفية الصلاة في الجهة اللفظية توقيفية الصلاة في أحكامها في عدد ركوعها عدد ركعات الصلاة توقيفي لا نستطيع أن نضيف ركعات من عندنا عدد سجدات الصلاة توقيفي التوقيف موجود في كل أحكام الصلاة وشؤونها حديثنا عن الألفاظ هنا فهذه حدود التوقيف والتوقيفية في الصلاة إمامنا الصادق يقول كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة وذكر علي هو ذكر الله وذكر علي هو ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله فذكر علي هو جزء لا يتجزأ من الصلاة بل هو جزء واجب فيها بل هو الجزء الأهم والأفضل والذي تتوقف صحة الصلاة ويتوقف قبول الصلاة على ذكره صلى الله وسلامه عليه القضية واضحة وجلية جدا إلا أن الأعمى الذي فقد نور البصيرة ونور الهداية هو الذي لا يبصر هذه الحقائق ولا يتلمس هذا الصدق رجاء نعرض لنا رشيد الحسيني في برنامجه فقه المصطفى على قناة الفرات الفضائي وهذه الأيام هذه الأيام مع ملاحظة أنه يقرأ صيغة التشهد ناقصة ربما لأنه أسرع في الحديث ليس مهما هذا لأنني أتحدث عن توقفية التشهد كما يقولون فلابد أن يلتزم بكل ألفاظ الصيغة التي يجعلونها توقفية بجهلهم وضلالهم هو لا يقرأ الصيغة كاملة يقول لا إله إلا الله ثم ينتقل إلى الشهادة الثانية وصيغة التي يتحدثون عنها هم ليست هكذا هناك إضافة تضاف على لا إله إلا الله ليس مهما هذا قلت لربما كان مسرعا في اللفظ فتجاوز بقية الألفاظ الأخرى هذا البرنامج كان في اليوم الثالث عشر من شهر الشوال يعني في هذه الأيام 13 شوال 1441 يوم السبت 6-6-2020 إنما جئت برشيد الحسيني هنا لا لأجل أنه تحدث عن الشهادة الثالثة إنما جئت به لأنه في الأجواء السيستانية في النجاف يقدمون رشيد الحسيني في الخط الإعلامي الأمامي لهم وكذلك يقدمون شيخ محمد كنعان السيستانيون ما عندهم من المتحدثين أو من الخطباء أو من المفكرين مثل ما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية ينطلع بيهم ما عندهم واحد ينطلع به كلهم اخرطي ياه اللي يطلعون اخرطي فهم بحسب ما هم يعتقدون من أن أحسن الذين يضعونهم في المقدمة رشيد الحسيني ومحمد كنعان فلذا سأعرض لكم فيديو يتحدث فيه رشيد الحسيني عن الشهادة الثالثة وفيديو آخر يتحدث فيه محمد كنعان عن الشهادة الثالثة رجاء اعرضوا لنا فيديو رشيد الحسين ابو موسى يقول انه احنا فترة كنا نأتي بالتشهد الوسطي نقول اشهد ان علي ولي الله يعني هشك الحمد لله التشهد الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله وان علي ولي الله تشهد يعني الشهادة الثالثة الشهادة بولاية امير المؤمنين صلى الله عليه في الصلاة عند مشهور الفقهة باطل يعني صلاة بطل اذا الانسان اتى بها عمدا عند مشهور الفقهة انا ما جاء اتكلم فلان شن يقول مشهور الفقهة ان الشهادة الثالثة بولاية علي في اثناء الصلاة عمدا اذا الانسان ذكرها صلاة باطلة اما اذا سهوا ما في اشكال اذا سهوا لا اشكال في ذلك وصلاة صحيحة يبدو ان محمد الرضى السستاني جار اذنه وانا هو هذا ايضا رأي السستاني وعادة في برنامجه فقه المصطفى ينقل رأي السستاني ممجدا لرأيه هذه المرة يتحدث عن مشهور الفقهاء وفلن وكما يقول مشهور الفقهاء فقهاء الشيعة بشكل عام يقولون ان ذكرى علي في التشهد الوسطي والاخير يبطل الصلاة وهذا من سوء حظهم لان فقهاء الشيعة شوافع هم اتباع مدرسة النجف ومدرسة النجف مدرسة شافعية هي على المذهب الطوسي الطوسي رجل شافعي وهو الذي اسس هذه الحوزة هو شيخ الطائفة الشيعية الشافعية تلك هي الحقيقة من الاخر من دون رتوش ومن دون اضافات ولاحظتم هو قد قرأ صيغة التشهد ناقصة اليست هذه الصيغة توقفية لكنني سأمر على هذا الموضوع ربما اسرع في القراءة ولم يلتفت لكن الكلام القبيح في اخر حديثه اذا كان ذكر علي سهوا لا تبطل الصلاة واذا كان بانتباه فان صلاة باطلة اي اساءة ادب مع امير المؤمنين هذا انا لا اريد ان اعلق اكثر من ذلك اترك التعليق اليكم لكنني ساعيد بث الفيديو مرة اخرى كي تتأكدوا بانفسكم رجاء اعيد بث الفيديو ابو موسى يقول انه احنا فترة كنا نأتي بالتشهد الوسطي نقول اشهد ان علي ولي الله يعني هشك الحمد لله تشهد الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله وان علي ولي الله تشهد يعني الشهادة الثالثة الشهادة بولاية امير المؤمنين صلى الله وسلم عليه في الصلاة عند مشهور الفقهة باطل يعني صلاة بطل اذا الانسان اتى بها عمدا عند مشهور الفقهة انا ما جاء اتكلم فلان شن يقول مشهور الفقهة ان الشهادة الثالثة بولاية علي في اثناء الصلاة عمدا اذا الانسان ذكرها صلاة باطلة اما اذا سهوا ما في اشكال اذا سهوا لا اشكال في ذلك وصلاة صحيحة هذا احد واجهات الاعلام السيستاني واجهة اخرى شيخ محمد كنعان ساعرض لكم فيديو يتحدث فيه شيخ محمد كنعان في برنامج الدين والحياة على قناة كربلاء الفضائي سائل يسأل عن ذكر علي في التشهد في الصلاة لاحظوا طريقة جوابه انه يصبح في حالة من الحيرة هو يعتقد كما يبدو بذكر علي في التشهد الوسط والاخير لكنه يجيب بطريقة تنم عن خوفه من جهة ما فهو يبعد المسؤولية عن نفسه بخصوص هذا الجواب ويقول للسائل ما تنتفع بقولي أنا أنت التزم بقول الذي تقلده لاحظوا هذا الخوف الذي يسكن هؤلاء هذا رجل لبناني وقاضي شرعي لا أدري لما هذا الخوف يا شيخ محمد صحيح أنا سلختك قاطع الخفيف لأنك كذبت علي وتجاوزت علي فسلختك سلخا خفيفا وأنا لا أريد هنا أن أسلخك لكنني أريد أن يأخذ المشاهدون العبرة منك ومن أمثالك لماذا كل هذا التلك أنت تتحدث عن علي الذي يتحدث عن علي لو كان صادقا في علاقته مع علي فوالله فوالله إن الشجاعة ستخرج من جوانبه فما الذي دهاك يا شيخ محمد كنعان تتحدث بهذه الطريقة وبهذا التردد لماذا لماذا ما الذي يخيفك أنت تتحدث عن علي رجاء أعرض لنا هذا الفيديو إن كان أبو فلاح رأيي بالشهادة الثالثة بالتشاهد والتسليم سؤال رأيي ماذا يفيدك إذا كانت المسألة مسألة رأي بي بحث أنت ترجع فيها إلى من هو أعلم منك يعني يعني الآن مش كل واحد قرأ الأحاديث خلص هذا فن لابد من قراءة القرآن بتماعهم لابد إنا بقول لك في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن علي نعم المولى بعض الفقهاء يقولون إن هذه الشهادة لا تضير في الصلاة شيئا بعض الفقهاء يقولون الدليل الذي ورد وهو روايتان على الأقل في سندها وهن أو في سندهما وهن وضعف أنا لا أفتي لمقلدين الفقه لا أفتي لمقلدين بأنه يقولها ولا تؤثر على صلاته فالأحوط أن لا يقولها هون بترجع لمن تقلد لمن تقلد بعد استتمام شروط التقليل رأيي أنه ورد فيها روايات ذكر علي عليه السلام أي أمر في الصلاة في الصلاة إن كان قرآنا أو دعاء لا يبطل الصلاة كل قرآن ودعاء في الصلاة لا يبطلها إلا ما كان من المطولات يعني أنك تقرى بعد الحامد سورة البقرة اللي بيشوفك بيقول ما عم يصلي هذا عم يرتل القرآن يعني الأمور الطبية أما أما لو رفع رأسه من السجود فقال رب ارحمني الدعاء لا يبطل الصلاة بالنسبة لعلي عليه السلام قرنت شهادته دائما بالشهادة بالوحدانية لله ولمحمد صلى الله عليه وآله بالرسال والنبوه طيب ما كل شيء يحتاج إلى مقتضي ورفع مانع المقتضي في علي بدنا نبحث به ساعة بدنا تبحث بأصل الحجية التي نشأ عليها الكون وهذا مقتضي لا ينازع فيه أحد وأين يكون المانع بعد ذلك إذا كان المقتضي بهذا الوضوء كلامي أنا مسؤول عنه فقط أنت ترجع إلى من تقلد كلامي إلي أنا مسؤول عنه فقط وما إليك سأتقلدني لأني لست هناك بس سألتني وأجيبك ومن حقك أن أجيبك خلاص خلاص طيب يا أبو علي الأسبوع المقبل يا شيخ محمد إذا كان المقتضي قائما والمانع منصرفا معدوما ليس موجودا فلماذا هذا التردد هو أيضا حينما قرأ صيغة التشهد قرأها خطأ الخطأ هو هو لأن حوزة النجفي تقرأ التشهد خطأ ولذا الخطأ هو هو أيضا أشهد أن لا إله إلا الله وسكن سكن لفظ الجلالة ثم قال وحده لا شريك له مر علينا في الفيديوات التي يقرؤون فيها صيغة التشهد خطأ ها هم عمائم النجف يقرأون صيغة التشهد خطأ رشيد الحسين قرأ الصيغة التي يعدونها توقيفية ناقصة وهو يعلم الناس في برنامجه هذا وشيخ محمد كنعان قرأ صيغة التشهد خطأ وقف عند لفظ الجلالة وهذا لا يصح وقد تحدثت عن هذا الموضوع في البرامج السابقة أقرأ لكم رواية من وسائل الشيعة هذا هو الجزء الرابع من وسائل الشيعة صفحة 117 الباب الثامن عشر الحديث الأول عن إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه أتمنى أن تلتفت إلى هذه الرواية إمامنا الجواد ماذا يقول مستوى رجلان في حسب ودين مستوى يعني ما تساوي والحسب قد تطلق على الأخلاق وكرم النفس وقد تطلق على السمعة والنسب العالي بين الناس مستوى رجلان في حسب ودين قط إلا كان أفضلهما عند الله عز وجل من هو الإمام الجواد يبين لنا قاعدة قطعية فقد استعمل هذا التعبير قط يعني بشكل قطعي يعني من دون استثناءات هكذا يقول مستوى رجلان في حسب ودين قط من دون استثناء إلا كان أفضلهما عند الله عز وجل من هو أدبهما الأفضل هو أدبهما أو آدبهما يعني الأكثر أدبا ليس المراد من الأدب هنا الأخلاق فإن الحسب هو الأخلاق ما استوى رجلان في حسب ودين الحسب والدين الأخلاق ما بينهما الأدب هنا إنه أدب العربية إنها الفصاحة التي حدثتكم عنها في مواصفات مرجع التخليد بحسب فقه العترة لا بحسب فقه النجف الأخراق تلاحظون أن ثقافة أهل البيت تنسجم مع الطرح الذي قدم وتتعارض مطلقا مع طرح النجف ومع واقع مراجع النجف الذين يفتقرون إلى الأدب إلى الأدب بهذا المعنى إلى الفصاحة والبلاغة ما استوى رجلاني في حسب ودين قط إلا كان أفضلهما عند الله عز وجل أدبهما أو أدبهما قال قلت جعلت في ذاك قد علمت فضله فضله عند الناس في النادي والمجالس هذا الأدب في الحديث والفصاحة والبلاغة أنا أعرف يا ابن رسول الله فضله في النادي النادي الأماكن التي يجتمع فيها كثير من الناس يتبادلون الحديث والمجالس المجالس قد تكون مجالس علم قد تكون مجالس مؤانسة وطيب سمر المجالس قلت جعلت في ذاك قد علمت فضله فضل الأدب عند الناس في النادي والمجالس باعتباري أن هذه الأماكن يتحدث فيها المتحدثون وحينئذ يتميز الأديب عن غيره فهنا يظهر فضل الأدب فما فضله عند الله عز وجل فأنت يا ابن رسول الله تقول من أن الأفضل بين رجلين يتساويان في الحسب والدين هو الأبلغ الأفصح الأدب فما فضله عند الله عز وجل قال بقراءة القرآن كما أنزل مر الحديث عن الترتيل وما المراد من الترتيل في قراءة القرآن في الصلاة وغير الصلاة ومر الحديث عن ترتيل الصلاة وترتيل ألفاظها وجملها فما فضله عند الله عز وجل قال بقراءة القرآن كما أنزل ودعائه الله عز وجل من حيث لا يلحن لا يلحن لا يأتي بخطأ نحوي لغوي إعرابي وذلك وذلك أن الدعاء الملحون لا يصعد إلى الله عز وجل لا يصعد إلى الله عز وجل هو لا يذهب مباشرة إلى العرش الروايات تقول من أن الدعاء الملحون لا يرتفع إلى العرش لا بد أن يصحح من قبل الملائكة بأمر من الإمام الحجة حتى يصعد الدعاء صحيحا قطعا هذا الذي يقرر استجابته أما الذي لا يقرر استجابته فإنه يوضع جانبا وربما يضرب به وجه الداعي مثلما يضرب وجه المصلي بصلاته قطعا الصلاة التي تخلو من ذكر علي مرت علينا الروايات فإن أكبر حدود الصلاة أن يعترف المصلي بذكر محمد وعلي في صلاته معترفا مثلما مرت علينا الرواية في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وقد قرأتها عليكم أيضا في حلقة يوم أمس فصلاة التي تخلو من ذكر علي كصلاة مراجعنا الكرام في النجف تجمعها الملائكة سوداء قبيحة وتصفع بها وجه المرجع الأعلى وجه مراجع النجف وتصفع بها وجوه الشيعة من مقلدهم من الذين يعتقدون أن ذكر علي يبطل الصلاة فهؤلاء لا يحسنون قراءة القرآن ولا يحسنون قراءة صلاتهم فضلا عن أن صلاتهم باطلة أساسا لأنهم لا يذكرون علي صلوات الله عليه وإذا بطلت الصلاة بطلت سائر العبادات وسائر الأعمال وذلك أن الدعاء الملحون لا يصعد إلى الله عز وجل فأنتم تصلون خلف أناس صلاتهم معيبة لغة لا تصعد إلى العرش تحتاج إلى تصحيح فهل يأذن الإمام الحجة بتصحيحها والله قضيتكم خرط كل خرط قضية خرط وأنتم استمعتم إلى شيخ محمد كنعان وهو لا يحسن قراءة التشهد وهو يريد أن يعلم المشاهدين كيف يقرؤون تشهده سأعيد لكم بث الفيديو لكنني أتمنى على المشاهد أن يدقق في لغة الجسد لشيخ محمد كنعان ويدقق في طريقة عرضه للموضوع وفي طريقة إبعاد هذا الشيعي عن مسألة ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير في الصلاة لماذا هكذا تفعلون أي شيء في ذكر علي لماذا يا شيخ محمد كنعان هكذا تتردد وأنت تقول من أن المقتضي قائم وأن المانع معدوم منصرف ليس هناك من مانع وإني وأن كنت لا أوافقك بهذا الطرح الفلسفي ما يرتبط بالمقتضي والمانع لأن الذي حقق الاقتضاء في المقتضي وغيره هو شيء من تجليات حقيقة في غاية العلو يقال لها علي فعلي لا يقايس بقواعد الفلسفة وقواعد علم الكلام إلا إذا كان الأمر للتوضيح علي فوق كل ما جاءت به الفلسفة فلا يناسب أن نتحدث عن علي بهذه القواعد إلا لأجل التوضيح ومدارات العقول والتفهيم فلا محل لذكر المقتضي ولا محل لذكر المانع ونحن نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم أي مقتضين وإي مانعين هذا علي علي رجاء أن أعيد بث الفيديو إن كان أبو فلاح رأيي بالشهادة الثالثة بالتشاهد والتسليم سؤال رأيي ماذا يفيدك إذا كانت المسألة مسألة رأي بي بحثي أنت ترجع فيها إلى من هو أعلم منك يعني الآن مش كل واحد قرأ الأحاديث خلص هذا فن لابد من قراءة القرآن بتماعهم لابد إنا لا نعد الرجل منكم فقيها حتى يفقه معارض كلامنا مضمون الحديث إذن في التصنيف من الأئم لفقيه ولغير فقيه طيب ما هو دور الفقيه أن يرجع إليه غير الفقيه فبالتشاهد والتسليم رأيي ما بفيدك لكن هل هذا بيمنع أن يقول رأيي لا بقول لك أنت بهذا بدك ترجع لمن تقلد لكن رأيي ورد بعض الأحاديث أن التشهد يذكر فيه الولاية لعلي ونص إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه نص واضح أنه يقول الإنسان في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وأشهد أن عاليا نعم المولى بعض الفقهاء يقولون إن هذه الشهادة لا تضير في الصلاة شيئا بعض الفقهاء يقولون الدليل الذي ورد وهو يا روايتان على الأقل في سندها وهن أو في سندهما وهن وضعف أنا لا أفتي لمقلديني الفقه لا أفتي لمقلديني بأنه يقولها ولا تؤثر على صلاته فالأحوط أن لا يقولها هون بترجع لمن تقلد لمن تقلد بعد استتمام شروط التقليل رأيي أنه ورد فيها روايات ذكر علي عليه السلام أي أمر في الصلاة في الصلاة إن كان قرآنا أو دعاء لا يبطل الصلاة كل قرآن ودعاء في الصلاة لا يبطلها إلا ما كان من المطولات يعني أنك تقرى بعد الحامد سورة البقرة اللي بيشوفك بيقول ما عم يصلي إلا عم يرتل القرآن يعني الأمور أما والله لو رفع رأسه من السجود فقال رب ارحمني خير الدعاء لا يبطلوا الصلاة بالنسبة لعلي عليه السلام قرنت شهادته دائما بالشهادة بالوحدانية لله ولمحمد صلى الله عليه وآله بالرسال والنبوه طيب ما كل شيء يحتاج إلى مقتضي ورفع مانع المقتضي في علي بدنا نبحث فيه ساعة بدنا تبحث بأصل الحجية التي نشأ عليها الكون وهذا مقتضي لا ينازع فيه أحد وأين يكون المانع بعد ذلك إذا كان المقتضي بهذا بهذا الوضو كلامي أنا مسؤول عنه فقط أنت ترجع إلى من تقلد كلامي إلي أنا مسؤول عنه فقط وما لك سألتني وأجيبك ومن حقك أن أجيبك خلاص طيب يا أبو علي الأسبوع المقبل اشهدوا لي عند العمير يريد أن يبرع نفسه بأي طريقة من هذه الجريمة الكبيرة إنه يؤمن بصحة ذكر علي في الصلاة إنها جريمة عند السيستاني وعند مراجع النجف لذلك يحاول أن يبرع نفسه من هذه الجريمة كيجعل الأمر خاصا به وهو يوجه السائل ومن خلاله يوجه الكلام إلى المشاهدين وعبرهم إلى محمد رضا السيستاني من أنه ما تطرق إلى هذا الموضوع إلا عرضا وجعل الأمر خاصا به وهنا أمر لا بد أن أشير إليه مقلد السيد السيستاني لا يجوز لهم أن يصل خلف شيخ محمد كنعان باعتبار أن صلاته باطلة بحسب فتوى السيستاني فشيخ محمد كنعان يذكر عليا كما هو يقول في صلاته فصلاته باطلة فعلى مقلدي السيستاني أن لا يصل خلف شيخ محمد كنعان لأن صلاته باطلة بحسب فتوى المرجع الأعلى السيستاني نذهب إلى فصل أتمنى أن يكون الجواب نافعا ومفيدا للأخت العزيزة الفاضلة أم زينب من الكويت تحياتي لها وللعائلة الكريمة كان في ودي أن يكون الجواب موسعا أكثر لكنني أريد أن أتحدث في موضوع أراه مهما على الأقل بالنسبة لي وهذه هي الحلقة الأخيرة من برنامجنا هذا الذي بين أيدينا ترجمة نانسي قنقر